الأهل طبعاً حقق مكاسب فنية كبيرة جداً بهذه المشاركة أو هذا التأهل خلى كل السادة الكتاب والنقاط الرياضيين الكل يحتفي بهذا التأهل عن جدارة واستحقاق قال الأستاذ حسن المستكاوي في مقالاته في جريدة الشروط تحت علوان الأهل أجابة عن الأسئلة وقال حسن المستكاوي أنه بيتسو موسماني أحسن كثيراً إدارة هذه المباراة وقال أنه لتفوق الأهل كان طبيعي جداً فيما بعد فقد أصاب الإحباط الترجي الكاتب الصحفي الساخر أستاذ عبدالقادر محمد علي في الأخبار وهو رجل زي ما الكو أنتم عارفين كان له تويتات قبل كده ومقالات كتيرة كان بيعبر فيها عن تبرمه الشديد وزعله من نتائج الزمالك بخف الدم وقتها دايقت ناس كتيراً من الزمالكوية لكن بيظل ده أسلوب الكاتب الساخر عليك أن أنت تتقبله مع احتمالية أو مع طبيعي أنه إذا فيه قدر من المبالغة في الكتابة الساخرة لكنه عن الأهل قال عبدالقادر محمد علي في الأخبار أه لو ربنا يرزقنا عشرة في المئة بس من حظ الأهل سكته سلكة زي الديزل بره فاتح جوه كاسح ماشي معه حلاوة فضلوا خطوة واحدة ويهبر كاس أبطال أفريقيا ويحطوا جنب أخواته في الدلاب الواسع الكبير قوي وسط زحمة الكوس والدروع والميداليات واللازي منه وخمسة وخمسة يا أستاذ عبدالقادر النقد الرياضي الأستاذ ماجد نوار ألف الجمهورية الأهلي جبار والعاشرة على النار بتغلي وبتستوي يا كابتب ماجد وإن شاء الله خير لكن على ذكر العاشرة ده كان نفس المنوال اللي نسج عليه نقدنا الكبير الأستاذ جمال هليل في الجمهورية قال عشرة على عشرة يا أهلي وعدد جمال هليل كل مزايا هذا التفوق الكبير جدا للنادي الآلي وجدرته واستحقاقه إن الكتاب المصريين يكتبوا يحتفوا يحتفلوا يعبروا عن مشاعرهم يعبروا عن عواطفهم ده شي مألوف وطبيعي بس الحقيقة كمان البصمة بعشرة على عشرة لما تبقى الإشادة جاية كمان من كل الأشقاء العرب ما في دولة عربية إلا إعلامها في هذا الظرف أشاد بالأهلي وحيا الأهلي واعترف بقوة وقيمة النادي الأهلي يمكن الإعلامي السعودي الكبير الأستاذ أحمد الشمراني وده كاتب كبير في صحيفة عقوازه واحد من الإعلامين التلفزيونيين السعوديين اللي له برنامج سادة الملاعب وبرنامج المنتصف في الإخبارية والحصاد الرياضي في قناة 24 وواحد من الإعلامين السعوديين المتميزين كتب الأستاذ أحمد الشمراني على تويتر بين الأهلي المصري والعشرة أفريقيا مسألة وقت ليس إلا فمثل هذا الكبير يمثل علامة الجودة في الرياضة العربية والقرية والعالمية أليس الأهلي ثاني أكبر نادي يحقق بطولات في كرة القدم بعد ريال مدريد كلام ده يا جماعة كلام ناقد رياضي أو إعلامي سعودي كبير مش حتى حيقوله مصري وأهلاوي كتب كمان أحمد الشمراني في تويتر أخرى هنا الرياضة هنا التاريخ هنا التميز الأهل المصري من عظماء كرة القدم بل هو سيدها قريا وعربيا وإن قلت من أحد أبرز عشرين ناد عالميا في التاريخ يقول ذلك هرم مصر الرابع مبروك اللقب القاري مقدما ده أحمد الشمراني الإعلام السعودي الكبير بقول لكم ما في دولة ما في عاصمة عربية ما في وسيلة إعلام على كافة الوسائط المختلفة إلا وحيت الأهلي واحتفت بالأهلي وسقفت للأهلي وإدارته وفنييه ولعبيه وجماهيره وقمته وتاريخه الكل بصن بالعشر